في هذه الحقول، على الرغم من قربها من الجبهة، فإن العمل يجري على قدم والساق، حيث بدأ المزرعون في بذر الحبوب. المزرعون يزرعون بزور الكتان الزيتية بالقرب من خرصون، ويقولون إنهم خرجوا إلى الحقول رغم خطر القصف. طائرات الاستطلاع الروسية بدون طيار تحلق في السماء باستمرار. العمل ماضي لم نعمل، فقط بعد إزالة احتلال مقاطعة خرصون على الضفة اليمنى، دخلنا وبدأنا في ترميم بقايا الآلات الزراعية. لم نذهب إلى الحقول لأننا كنا خائفين من الألغام، كان من الخطر أن نقوم بذلك. وقبل استئناف العمل، كان لابد من تظهير الحقول من الأجسام المتفجرة، وتم نقل ما تبقى من القضائف. أما التي لم تنفجر، فقد تمت إزالتها على الفور من قبل خبراء المتفجرات. ولكن حتى بعد التفتيش الكامل للمنطقة، لم يكن من الممكن تجنب وقوع الحوادث. استدم جرارنا بزخيرة عنقودية لم تنفجر. كان هناك انفجار. لخسن الحظ، الجميع على قيد الحياة. لم يصب سائق الجرار بأذن، لكن المركبة تهردت لأضرار تطفيفة. لكنها أعلى، ولم يصب أي من الناس بأذن. الحمد لله، قبل الغزو واسعين الطاق، كان لدى شركة أندري سلسون عاملا. والآن لم يتبقى إلا النصف من هذا العدد. في الوقت الحالي، خمسة منهم يقتلون، وعشرة تحركوا إلى أماكن أخرى. لقد غادروا إلى مناطق أكثر أمانا. الآن يعمل عشر أو خمسة عشر شخصا. هنا نرى هواقب ما يسمى بالعالم الروسي. هذه هي مستوضاعات شركتنا التي تم تدميرها. لم يتبقى أي مبنى سليم على أراضي قاهطتنا. تم تدمير كل شيء على الإطلاق. هذا مكتبي، مثل سيارة مكشوفة. وهذا مكتبي، هنا كان مكتبك؟ كان. وربما سيكون مرة أخرى يوماً ما. وهنا رموز زاد. كل شيء كالمعتاد. استولت القوات الروسية على مقاطعة خرصون في الأيام الأولى من الغزو الشامل. وبعد أسبوع جاءوا إلى هذه المزرعة. في البداية بخثوا عن أفراد الجيش الأوكراني. ثم بدأوا في أن يفرضوا نظامهم الخاص. قاموا على الفور بإنشاء قاعدتهم هنا. في بداية شهر مارس، عندما حوالنا المجيء هنا إلى المزرعة، وقعنا في كمين نصبه الروس بدأوا بإطلاق النار على سيارتنا أصبت برصاصتين واحدة في ذراعي والأخرى في رقبتي ثم قضيت حوالي شهر في المستشفى ولذلك لم أحاول المجيء إلى هنا مرة أخرى أثناء إقامة القوات الروسية في المزرعة أخذوا الوقود وسرقوا مئات الأطنان من الحبوب تم نقلها أولا إلى شب جزيرة القرم المحتلة ثم إلى موانع الاتحاد الروسي هذا هو المستوضع الذي كان يخزن فيه القمح والشعير تم نهب مغزمها بقي جزء صغير فقط وها هو ذا الخبز الأوكراني بحسب التقديرات الأولية تكبدت شركة أندري خصائر قدرها 6 ملايين ونصف مليون يورو واستولى المغتلون على الكثير من المعدات الزراهية تم تدمير كل ما لم يتمكن من أخذه توجد الآن الأشارات من السيارات المحترقة على أراضي الشركة الزراهية التي كانت ناجحة سابقاً هناك أيضاً معروضات تسكرية إذا جازت تعبير أي مهدات المختلين الروس هذه شاحنتنا وهذه شاحنة تم إغتنامها من الغزاء مع مقتورة وهنا تايغر كم عدد المعدات المتبقية لديك؟ تقريباً 5% هل تعني أن 95% منها قد دمرت بالكامل؟ نعم، لم يتبقى الصوى القليل جداً هذا ما نعمل معه بالإضافة إلى المساعدة من الشركاء وقد تم التبرع بالجرار الجديد للشركة الزراهية من قبل مؤسسة خيرية لا يمكن تركه والآلات الأخرى في أراضي المزرعة بسبب خطر القصف المستمر وبعد يوم العمل يتم نقل المعدات إلى مناطق في الشمال المقاطعة بعيداً عن خط المواجهة الطائرات بدون طيار تحلق باستمرار رجالنا الذين يعملون هنا لم يغودوا يخافون منها هي تحلق دائماً وهذا أمر معتاد بالنسبة لنا يقول المزرعون أن العمل في الحقل بالقرب من خط المواجهة يشكل خطراً مستمراً ولكن على الرغم من التهديد بالقصف فإنهم يواصلون زراعة الحبوب في قرية مجاورة قتل سائق جرار باللغم لديك وظيفة خطيرة للغاية؟ يبدو هكذا ذهبنا لإزالة الألغام وبعد ذلك كنا نزرعوا واستضمنا بالقنبل عنقودية لقد تضررت آلة البذارة من الجيد أن سائق الجرارة ظل سليماً نحن نتحمل المحاطر في المنازل أيضاً ننام في الليل وحينها يبدأ قصف القرية إنهم يدمرون المنازل كل شيء مكسور قرية بلوزيركا مدمرة بالكامل وجميع القرى هكذا تظل مقاطعة خرسون واحدة من أكثر المناطق الملغومة في أوكرانيا ووفقاً لأحدث البيانات تم تطهير من الأجسام المتفجرة حوالي 20% من الأراضي على الضفة اليمنى المحررة ورغم كل صعوبات يستأنف المزرعون عملهم ويزرعون الحقول داريا لتوفченко لقنات UATV Arabية